موسيقى مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سازرع المليون حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا عن موضوع مهم جدا في ظل عدم موجود مستجدات في الكثير من الأزمات الخاصة بالفلاحين وجود أزمات كتير تتعلق بهم كله في انتظار حاجة جديدة أو أمل جديد أو طريقة جديدة للزراع والساسمار جديد النهاردة معنا موضوع مهم جدا هنتكلم فيه وهو الزراعة في التربة البديلة احنا معنا النهاردة الدكتور ياسر عبد الحكيم أستاذ أقلامة النبات المساعد بمركز بحوث الصحراء وكمان المستشار العلمي لقوات الجوية للمشروع القومي مستقبل مصر زراعة نصف مليون فدان أهلا بحضرتك دكتور دكتور احنا يعني هنتكلم النهاردة عن الزراعة في التربة البديلة قبل ما نتكلم عن الموضوع النهاردة هو الزراعة في التربة البديلة القشو الأرز والرمل يعني زراعة بديلة وهل لها أنواع في أكتر من نوع لزراعة البديلة ولا هو بس زراعة في قشو الأرز والرمل بقى هو إحنا لجأنا أو بدأت فكرة استخدام الزراعة في تربة بديلة بديلة للتربة الطبيعية بتاعتنا يعني لعدة أسباب بسبب الأولاني هو يعني نحاول نتخلص من استخدام الموبيدات في التربة من يأثر متباقي جديد شوية على النبات وخاصة الموبيدات النماتودة والحشايش والكلام دات فأحد الوسائل للتغلب على مشاكل الإصابات اللي في التربة من أمراض فطرية أمراض بكتيرية أمراض نماتودة أو أمراض الحشايش إن أنا أهرب من دا كله بدل ما استخدام الموبيدات كوسيلة من أحد بدائل الموبيدات إن أنا أزرع في تربة بديلة هلغة تربة خاصة كل مشاكلها دي كانت أحد الحلول يعني فإنما أي أنواع دي أنا ممكن أن أستخدمها كتربة بديلة ميت حاجة كذا حاجات كتير جدا يعني ممكن السوف الصخري والسوف الزجاجي ممكن بيتموس ممكن الفيرموكلايت ممكن الأش الرز ممكن تبني الأمحة أي مخالفات نماتية ممكن نقدر أشتغل بيها بشارة تعقيمها طبعا وإعدادها بطريقة سليمة عشان تبقى صالحة لكتربة ديلة لو إحنا بنقول على أش الرز بحكم إن ده متوفر عندنا وعندنا في مشكلة إذا نتخلص منه فدي أحد وسائل التخلص من أش الرز اتمنه متوفر فسعر قليل طبعا هو استفادة منه الغرض من أش الرز هو متوفر عندنا بغزارة فهي بسعره تتكلفة أقل حضرتك كان ليك تجربة بقى في الأش الرز واستخدامه في كتربة بديلة عاوز أعرف التجربة دي كانت على محصول إيه وعلى مساحة قد إيه وفي أي مكان ومدى نجاحها كان إزاي شوف حضرتك هو إن أنا عشان أستخدم أش الرز كتربة بديلة أزرع فيه كنا بناخد أش الرز ده نجيبه ونتحنه وبعدين بنعقبه وبطريقة بسيطة خالص لو أبسط حاجة كتعقيم بدون ما أعمل تجهزات كتير يعني إننا كنا بنعبيه في شوال خيش الأش بعد ما تحنه وننزله في قلب البرميل 200 لتر ومية ده بنملى نصفه مثلا مية ونولى تحت البرميل بأربع طباط والحطب برية تغلي دي عادية جدا عادي خارص المية تغلي عقامة الأش خلاص أي مسببات مرضية في أش الرز موجودة فيه هتقتل تماما وهتموت عند مية درجة مقاوي كويس فيها بزور حشايش فيها المتودة فيها فطريات هتموت مع تنتين بعد كده بطلع الشوال ده وأفضيه وابتدي بنعمل فج في الطربة مكان ما أنا هزرع المصطبة بتاعتي بعملها فج في الطربة عمقه الفج ده عمره عمقه تقريبا 50 سنتي باخد الفج ده وأغلفه ببلاستيك والبلاستيك نفسه كل 3 متر بعمل فيه فتحة زي فتحة صرف زي البلاعة كده كل 3 متر كل 3 متر أعمل فتحة فتحة القطر بتاعها عادي يعني ممكن تبقى قطراء 10 سنتي القطر بتاعها نفسها لحسب يعني والفتحة دي نفسها ببقى مليها بالحصة بحيث أنها ما تستدش من البيئة اللي هتحط عليها والحصة يسمح بمرول المياه منه اللي هو الصرف يعني دي وسيلة للصرف وبعدين باملاها بواحد لواحد واحد أشرز لواحد رمل والرمل ده بيبقى رمل احنا جايبينه بنخسره لازم عشان تخلص من ملوحة لفيه الحجم الحجم ايه طريقت الغسيل عادي برضو يعني أبسط حاجة أن أنا بعمله أحواض وبنزله الرمل فيه برضو بشوال القاش نفسه بشوال الخيش ده يعني عمل الرمل في شوال الخيش ونحطه في ماء ونحطه في ماء جارية اه عشان لو في أي حاجة أملاحة تتغسل منه وليلة كاملة وخلاص تتغسل الله اي وسيلة يعني هذا الطريقة بسيطة يعني وبرجأ عبي الفج ده واحد لواحد أش مع رمل تمام بعد ما عبيه بشد الخراطيم المياه بتاعتي عادي خالص كأنك مع شد الخراطيم المياه دي على نفس التربة العادية بتاعتنا من المسافة بين نقاط ونقاط 40 سنتي وبين محور المصطبة أو الفج اللي في قش الرز ومحور المصطبة اللي جنبها متر ونص مسرا يعني ونقدر أزرع فيه بقى الفلفل الطماطم الخيار أي حاجة أنا عاوز أزرع أزرع وما فيش أي مشكلة فيها خالص اللي نقدر نقوله طب إيه اللي خلينا عمل كده يعني أو إيه الميزة يعني لأ طب قبل الميزة علشان نتكلم في الميز يعني حضرتك أنت كنت زرع محصول اه كان الفلفل بالنسبة لل يعني بالنسبة للاختلافات في هذا المحصول عن غيره في الزراعة التقليدية شوف اختلافاته حيدي إنتاج أعلى باستهلاك مية أقل واستهلاك مبيدات أقل بكتير واستهلاك سماد أقل أنا هستهلك سماد أقل بنسبة حوالي 40% أقل اللي هو اللي أسمي ده وهستهلك مبيدات التربة تقريبا المبيدات التربة اتلاغت تماما هيبقى أستهلك المبيدات بس اللي على المور الخضر من فوق أما أي مبيد في التربة تلاغت مفيش مبيدات تربة خالص إنه ما عنديش أمراض تربة خلاص يعني الزراعة البديلة برضو بتقضي على مثلا أمراض البزور أمراض الجزور على الأمراض الفطرية على نماتودة على الأمراض الفطرية اللي ممكن تبقى في التربة مفيش خالص نهائي لغيضة خالص وبالتالي مش هستخد المبيدات أهم ميزة كمان بقى يوفر في السلاك المية فوق السبعين في المية توفير في السلاك المية لو أنا هروي ريي بالطنقيد في تربة عبية في شهر سبعة هروي مثلا تلاتين متر مكعب للفدان في الراية الوحدة في اليوم حد دي هتنزل لتقريبا من ستة لتسعة متر مكعب في الراية الوحدة للفدان في شهر سبعة بدل تلاتين هنوفر قد دي يا دكتور مية فوق السبعين في المية فوق السبعين في المية من السلاك المية يقل معايا احنا اصلا عندنا ازمة كبيرة في المية طبعا بمجرد هل ممكن الزراعة البديلة دي توفر لنا او تكون نموذج من النموذج اللي ممكن من خلالها توفر المية اه طبعا هي احد الوسائل لتقليل استهلاك المية او لتوفير مواردنا في المية وان اجرا او اجرا حنلجأ ليها وحنخش فيها ده لازم اللي هي زراعة المائية وزراعة في تربة بديلة من قش الرز او من الكمبوست او من البيتموس او من البرلايت ايها مكانة المادة اللي هزرع فيها الهدف الرئيسي فيها تقيل استهلاك المية ده الهدف الرئيسي الاهداف السنوية اللي وراها هقلل استهلاك السماد وقلل استهلاك المبيد وازود الانتاج بتاعي ممكن الانتاجية تزيد بنسبة عن ديه في عن الزراعة التقليدية طيب دي عشان نوضح حقها تختلف يعني راح مش عاوز يقبط رقم كده وخلاص بس اضعف الامان انت تاخد انتاجية زي الانتاجية للارض العادية او تتفوق عليها بالضعف على اقل ده بيرجع لقدرتك انت على اختيار الصنف المناسب في معادة الزراع المناسب بتحطوله برنامج تسميد صح قدرتك تعمل كده هتوصل الانتاجية اعلى لان الامراض اقل وقدرة تحكمك على النبات في تسميد النبات اعلى كتير يعني احنا اصلا يا دكتور لو جبنا نفس الانتاجية فاحنا كسبنين حاجات كتير ووفرنا الميا ووفرنا موضات ووفرنا حاجات كتير جدا بالاضافة ان كمان الفرق المهم هل الزراع بتكون نظيفة مقارنة بالزراع التقليدية العادية نوعا ما افضل بكتير طبعا من التربة العادية اني قلت الحالك لو انا هزرع في تربة عادية فيها نماتودة فيها فطريات زي الفيوزاريوم الفيرتسيليوم الفايتوفسرا الريزوكتونيا البيسيوم حاجات كتير كويس كل ده انا بستخدمه موبيدات مضطر لي احيانا ان استخدم موبيد كويس لكن لماذا ازرع في تربة بديلة زي اش الرز مثلا اللي حكينا عليها دي خالية تمامة من كل المسببات المرضية فعالاقل 50% من المبيدات اللي بتستخدمها للتربة المبيدات عمتا يعني خاصة المبيدات للتربة مفيش مش تستخدمها تستخدمها ليه؟ مفيش اصل المسببات المرضية مش موجودة انت قضيت عليها بان انت تجنبت مشاكل التربة كلها بالكامل ده كامراض في نقطة مهمة يهمني اوه وبباحها للناس ايه ميزة بقى السؤال حدثك ليه باستخدم التربة بديلة هتبقى اميز في ايه على التربة العادية التربة العادية في حاجة اسمها درجة حمودة او قلوية التربة درجة حمودة قلوية التربة دي دي انا انا عافش اعالجها مقدرش اعالجها يعني لو تربة قلوية هيترسب عندي من الاسمدة اللي انا بضيفها للنبات هيترسب ستة انواع من العناصر الغذائية اللي النبات بتغزى عليها النبات بتغزى على 13 عنصر غذائي أنا بسمدهم للنبات في ستة منهم يعني تلبي 50% تحت ظروف الأرض القلوية يترصبه في الأرض ولو الأرض دي أرض حامضية كويس هيترصب أربع عناصر من الثلاثة عنصر أنا بسمدهم للنبات دول الأربع اللي بترصبه دول وهو الفسفور والكالسيوم والماغنيسيوم والمليبنم تحت ظروف الأرض الحامضية لو أرض قلوية ودي معظم الأراضي في مصر بيترصب ستة الستة دول هم برضو الفسفور لوحده وجميع العناصر الصغرى عدل مليبنم اللي هو حديد وزنك ومانجنيس ونحاس وبرون عدل مليبنم يبقى فسفور وحديد وزنك ومانجنيس ونحاس وبرون بيترصبه في الأرض الكلام ده معناه سوء تغزية للنبات معناه نقص في الانتاجية المتوقعة من هذا المحصول معناه صعوبة في الوصول لأنه أنا أعلى بالانتاجية بتاعتي بسبب بيئتش الأرض يعني ترصب العناصر دي علشان نسك فيها بتأثر سلبيا على التربة طبعا لا مش على التربة وعالنبات النبات ما عابش يمتصها ببساطة خالص جدر النبات ده مفوز سلام بتاكل ده ممصات شفات بيشفط من الأرض بيشفط بوضر بيشفط أي حاجة دايبة في مي أكل النبات كله ببساطة خالص زبادة في الخلاط الأسمي ده كله 13 دول مضروبين يعني بندوبهم في المي لازم النبات يشربوا عصير ما عابش يأكل حاجة لأنه بيشفط العصير اللي بعملهله ده لما بدأوا بالأسمي ده في المي وضيفها في الأرض لو الأرض خلوية بيترصب بينهم 6 أنواع من 13 نوع هاي فمعرفش يمتصوهم مش عايف يمتصوهم مستحيل يمتصوهم في اعتقاد سائد لو حمضية أربعة ما عرفش يمتصوهم بل ولو حمضية أرض حمضية فيه أربعة يترصبوا فيها في الحالتين أنا عندي سوق تغذية فبالنتيجة مش هاخد انتاجية عالية الانتاج بتاعي يقل كويس فيه اعتقاد خطأ موروس من جيل لجيل ان احنا نقدر نضيف أحماض في التربة القلوية فبالتبعية حخفض البي اتش بتاعتها اللي هي تبقى بدل ما هي القلوية تبقى متعدلة لان رقم التعادل هو الرقم الوحيد اللي بيبقى عنده جميع 13 عنصر دايبين في المي ومتنصبهش رقم التعادل ده من 6 ونص بي اتش لغاية 7 ونص بي اتش ده الرنج اللي أنا جواه أقدر أضمن ان العناصر الغذائية 13 كلهم دايبين في المي فيقدر الجزر يمتصوه تطلع فوق 7 ونص بي ارض خلوية على طول تترس ب 6 عناصر تقل لقل من 6 ونص وواحد من 10 بس تقل عنوه يترس ب 4 عناصر ايه فايندت زراعة البديلة او زراعة التربة البديلة في الترسيب ده او في عدم استفادة النبات من العناصر الغذائية دي اللي أنا عاوز أقولها بقى بص يا سيدي التربة العادية ما قدرش أتحكم في درجة البي اتش بتاعتها ما قدرش أغيره ما قدرش أرفع البي اتش أو أخفضه ما قدرش أغير طبيعة الأرض من أرض خلوية لأرض متعدلة والاعتقد ده هو اللي موجود عند المعظم الناس وذي اعتقد غلط انه هو ممكن يقولك تبا أنا هضيف أحمد وورا من الناس سماد على طول الحامد ده لما ينزل في أرض خلوية حيعد البي اتش الأرض بدل ما هي خلوية تبقى متعدلة وده مش حقيقة وده مش حقيقة ده تمالي بأضرب مثال للناس وأقولهم كالقاتي في حاجة اسمها البي اتش سوئي البوفرنج سيستم أو القدرة التنظيمية للتربة على تنظيم درجة الحمودة بتاعتها القدرة دي أكبر وأعظم بكتير عشان نبسطها خالص زي موضوع البحر المالح البحر الأرض متوسط مش بيصب فيه نهر النيل من فرع رشيد وفرع دنيات نهر النيل ما هي حلوة والبحر ما هي مالحة وبقالنا ألاف السنين من يوم ما ربنا خلق الكرة الأرضية ونهر النيل بيصب الميا الحلوة في البحر المالح هل البحر المالح حلو وعمر ما هي حلو هيبضل مالح ليه لأنه أكبر بيبدع مالح حلو ويبدع مالح نضرب مثال حكنا لو جبت خرطوم ميا وعدت ميا في البحر هيحلو البحر لكن لو خدت مثلا برميل ومليت نصه ميا مالحة وكملت عليها ميا حلو هيحلو هيحلو بمعنى إيه إن أنا لو عزلت التربة خدت التربة وعزلتها واشتغلت عليها لوحدها بعيدة أقدر أتحكم في البيئتش لكن طول ما هي في قلب التربة بطبيعتها ما عابش تحكم في البيئتش حلو كده التربة البديلة ده حيز مقفول تعرف تتحكي في أطلعه ونازله زي ما أنا عاوز إنما التربة العادية لا مستحيل لكن لما باجي بقى في التربة اللي في أشرز والرمل وانا حتفى جوة مشمع أضمن دوابان 13 عنصر معنى أن الامتصاص هيعلى معنى أن التاغذية تبقى أفضل لنبات معنى أن الانتاجية أعلى على طول وانا مغمى دعيني بمنطقة البساطة ودي ميزة مهمة جدا في استخدام التربة البديلة ده برضو محتاج متخصصين الناس لو حد هيعمل تجربة دي يكون شخص متخصص مهند زراعي أو باحث السؤال الأخير دكتور هو مدى انتشار الزراعة في تربة البديلة في مصر هل هو منتشر ومقارن ده بباقي الدول هو موجود هتلاقيه مثلا في جزء من الزراعات المحمية عندنا موجود في الصوب في بعض الناس في مجال الصوب بيشتغل بالنظام التربة البديلة بيلجأ لها خاصة الناس اللي كانت بيتطر تعقم الأرض أو مش قادر ينقل الصوبة من مكان لمكان بيها بديل يعني عشان الأرض أصبح بمجهد فاضطر غصبا عنه وبيصدر انتاغه عنده مشكلة في استخدام المهدات فاضطر يلجأ لموضوع التربة البديلة حيانا بشكر حضرتك جدا دكتور ياسر شكرا جزيلا وان شاء الله يكون في يعني أي استفسارات في موضوع الزراعة في التربة البديلة احنا موجودين في بنامج من السزر المليون وان شاء الله الدكتور ياسر يكون معنا بشكر حضرتك جدا دكتور ياسر عبد الحكيم مستقبل مصر لزراعة تتنصب المليون شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتكم نطلع ان شاء الله لفصل وبعد الفصل هنشوف تقرير مهم وحوار مع الدكتور محمد رمضان واستاذ بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغازية واستشار العلمي لشركة نورا الهدى للاستثمار الزراعي وتقرير مهم جدا عن الاستثمار في طحالب السبيرولينا والمنتجات اللي بتنتج عن هذا المتج من خلال البحث العلمي ومن خلال فريق شركة نور الهدى الاستثمار الزراعي وان شاء الله انتظرون خميسة المقبل تاسع مساء ومعكم شعبان في العلم مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في برنامج منسى زرع الملون نهاردة معنا لقاء خاص ومهم مع الدكتور محمد رمضان الأستاذ بمركز البحوث الزراعية وهنكمل كلامنا عن الاستثمار في الطحالب الدكتور محمد وهو متخصص في المكملات الغذائية وتكنولوجيا الغذية بصورة عامة أهلا بحضرتك أهلا بيفان النساء نشاهدين ربنا يخلى حضرتك النهاردة احنا في مقر شركة نور الهدى نتكلم عن الاستثمار في مجال مهم جدا الاستثمار زراعي جديد وهو الاستثمار في الطحالب وشركة نور الهدى من الشركات الرائدة فيه وعوزني أتكلم مع حضرتك بصورة خاصة عن المصنعات أو إزاي ممكن نستفيد من التحالب للسبيلولينا في المكملات الغذائية وينتج عنها هذه المكملات وإيه اللي بتحتويه هذه التحالب ويمكن الاستفادة منه غذائيا حصل طفرة كبيرة على يد شركة نور الهدى في مجال الاستثمار في مجال التحالب بصفة عامة وبخاصة تحالب للسبيلولينا نتيجة أن هذا التحالب له فوائد صحية عديدة سنتطرق إليها كان البداية أننا إزاي يتم الاستثمار وعمل مزارع بشكل علمي وتقني سليم لإنتاج تحالب على مستوى عالي من الجود عشان أقدر استخدمها في مجالات مختلفة يعني عندنا مستوى الأول أننا ممكن استخدمها في عمليات تغذية الاتقالات الحية الأخرى غير من قدمين ومع التطور اللي حصل والشهادته من خلال شركة نورو الهودة على يد البسمان وانتصحاتهم في النهوض بكيفية إنشاء المزارع على المستوى السليم واتباع الاشراطات الصحية السليمة ومداية من اختيار الموقع واختيار المواد الخام وطريقة البناء وعمل تغطية بشكل سليم لمزارع التحالب أنها تدين تحلب أقدر استخدم مفتغذية البناء أدنين ده أول نقطة كانت موجود والحمد لله الشركة وصلت إلى مستوى عالي جدا من استخدام تكنوليزيات حديثة ومستوى عالي من الشؤون الصحية وبالتالي بقى عندي منتج صالح لاستخدام الأدني سواء في مجال المجاملات الغذائية أو في مجال الأدوية ليه أنا متكلف الأول داية نبدأ خطوة خطوة استخدامها في مجال المجاملات الغذائية أنا عندي أغذية كتيرة جدا أقدر أضيف لها تحلب السبيروينة دون أن يؤثر أو يدي طعم غير مرغوب نتيجة أنه برضو عمليات التطوير في عملية الزراعة والعملية التكنولوجية أدتني تحلب أو بوضر من التحلب زو رائحة مقبولة وزوجاء محتوى مكروبي مقبول لدى المستهلك وبالتالي أدى استخدامه في المنتجات الغذائية ده على المستوى المجاملات الغذائية إضافة عن أنه في بعض المركبات التي ممكن استخدامها من التحالب وقدر استخدامها في المكان الدوائي لو جينا على المستوى المجاملات الغذائية طبعا طحل بلسبروينة معروف باحتواء وعلى مركبات عديدة ذات فوائد صحية عديدة زي الفيتامينز والمينرالز والفايتوكيميكالز وده من الحاجات اللي بتساعد على تقوية المناعة في الوقت الحالي خاصة وحن عندنا موضوع الكورونا والويروسات المنتجرة ففي مركبات وأجسام من مدادات الأجسادة الموجودة في طحل بلسبروينة من موازاتها أنها ممكن تساعد على أن يبقى فيه تقوية لمجهاز المناعة للإنسان وبالتالي أنا مش قادر ممكن أقدم المنتج لسبروينة في أشكال يتقبلها المستهل وبالتالي قادر أعملها في شكل منتجات مختلفة ممكن قادر أعمل شكولاتة مضاف لها لسبروينة وده فعلا بدأنا بتجارب وعندنا نوع جديد من الشكولاتة لشكولاتة الخضر دي من الحاجات اللي هتبقى تعمل طفرة جبيرة جدا اللي هتبقى محببة لدى الأطفال وهتبقى مرغوبة من كل المستهلكين وشكل جديد والطور جديد احنا عندنا بتكون خالصة من الطحالب يعني بكون المركبات الأساسية للشكولاتة ومضاف لها الطحالب بالتالي هعدي المنتج مستصاغ لدى المستهلك وبتديره المحتوى من الأملاح المعدنية والفيتامينات والفيتروكيميجاز اللي هتبقى لها دور في زيادة المناع أقدر عملها في أشكال مختلفة أنا عندنا برضو الشركة الحمد لله توصلت إنتاج بوضر بدون رائحة ممكن أستخدمه في شاس صوير أدوبي يبقى مشروب محبب وإحنا الحمد لله تطورنا فيه نحن نعمله بتوعون مختلفة علشان أعمل موسكينج لريحة التحلق هو أن أنا أقدر فعالة ولو تأثير صحي لرفع مناعة الجسم الإنسان بالضبط عند منتجات أخرى عديدة أقدر عملها في صورة تابلس والحمد لله الشركة توصلت إنها عملت تابلس بشكل كويس جدا إنه أقدر أقدمه في صورة تابلس لكل المساركين قابلة للبلة ممكن أقدر أعملها في صورة الشوابل أو المنتجات اللي هي المضغ عدد هذه المنتجات الممكن تنتج أو المكملات الغذائية الممكن تنتج عن تحل بسبروينة قد إيه والموجود بالفعل والجارة التجارب عليه قد إيه يعني زي منتحدك إحنا عندنا بقى في منتج عالي الجودة عالي مطابق لموظفات الأوروبية من حيث محتوى من المايكروبات أو الملوثات وبالتالي عندي مادة خامة أقدر دخالها إحنا الحمد لله في طور الآن أكثر من 15 منتج مكمل غذائي إن شاء الله يكونوا في طور التسويق قريبا من الاسبرينة وفي خطة لمنتجات أخرى شغلين عليها في البحث والتطوير بحيث أن نطلحها ونقدمها لمستهلك في الشكل يبقى مستزاغ بالنسبة له أنت عارف برضو الحاجة الجديدة فبتحتاج وقت شوي فإحنا النور الهودى تفكيرها السليم إنها تبقى تشتغل على المنتجات الطبيعية فإحنا بنحاول نخل المنتج يبقى منتج طبيعي ما هوش أي مواد كيموية يبقى من الطبيعة أو جرين في نفس الوقت فبيديني لأن النور الأخضر في حد ذاته هو عبارة عن مركبات كولورفير والفايتوكيميكال زي لها تأثير في الجسم بيرفع من المناعة الجسم وبيزود من الصحة العامة للمستهلك هل في وحدة بحث وتطوير هنا في الشركة ويعني حضرتك طبعا باحث في مركز بحث الزراعية وهو من أهم وآدم المركز البحثية في المنطقة وفي الشرق الأوسط كله هل في وحدة بحث وتطوير وتجارب هنا في شركة النور نورهودة في تضم بحثين مع حضرتك زي ملتحدة عندنا منتج مطابق لمصفات العالمية من حيث الكواليتي فكان في تعاون ما بين شركة نورهودة ومركز بحث الزراعية ومركز قومي البحث ومعامل فريق بحثي لتطبيق الأبحاث التي يتم إنتاجها سواء في مركز بحث الزراعية أو مركز قومي لإنتاج منتجات مبتكرة أو مستحدثة من بالفعل شركة أنشاءة وحدة صغيرة للبحث وتطوير والتعاون مع بعض الشركات لأنني مشيب عند كل أجهزة الشركة هي فيه وحدة بحث وتطوير وبنامل فيها التجارب الأولية وبنبتنا لتطبق في مصانع كبيرة وفي تعاقدات مع مجموعة من مصانع سواء المكابات الزراعية أو الأدوية لإنتاج هذه المنتجات على المستوى التجاري وده ميزة أن أنا بقى أعمل البحث يبقى مطبق وده الهدف الأساسي من البحث العلمي عندي بحث مرتبط بالصناعة ويتم تطبيقه في الصناعة وده بيانه بحث علمي ومستوى المنتجات المصرية لتنفس المنتجات العالمية بشكر حضرتك جزيلا دكتور محمد رمضان أستاذ مركز البحث الزراعية والجهود اللي بتبذلوها من ناحية البحثية والعلمية في شركة نور الهدى شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لحضرتك مشاهدينا شكرا جزيلا لكم يعني ليس فقط شغل على أرض الواقع في مواقع وفي أراضي صحراوية في أبو غالب وعد النطرون والمغرى وغيرها لكن كمان في شغل بحسي وعلمي بالتعاون مع أكبر المراكز البحثية العلمية في مصر سواء مركز قوم البحث أو مركز البحث الزراعية شكرا جزيلا لكم وتابعونا في برنامج من سيزرع المليون ومعكم شعبان بلال اشتركوا في القناة